ترأس رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بالعاصمة المؤقتة عدن لاستعراض عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله وعلى وجه الخصوص القضايا المتعلقة بالجوانب الخدمية والمعيشية والاقتصادية وتطورات الأوضاع على المستوى المحلي والدولي استعرض مجلس الوزراء في اجتماع المنعقد بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء دكتور أحمد عوض بن مبارك عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله وعلى وجه الخصوص القضايا المتعلقة بالجوانب الخدمية والمعاشية والاقتصادية إضافة إلى تطورات الأوضاع على المستوى المحلي والدولي وأحاطت دولة رئيس الوزراء أعضاء المجلس في مستهل الاجتماع بمسجدات الأوضاع على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والخدمية وأكد نتائج زيارات الميدانية إلى محافظتي حضر موت ولاحجة للإطلاع على أوضاع المواطنين واحتياجاتهم والتحديات القائمة والمسؤوليات المناطبة بالوزراء والجهات المعنية لدعم جهود السلطة المحلية مؤكدا أن الحكومة ستواجه التحديات مهما كانت صعوبتها والمقياس هو ما ستنجزه وينعكس على حياة ومعيشة المواطنين موجها الوزراء بالعمل وفق آليات جديدة والتخطيط والتفيذ بشكل جيد بحيث تكون المرحلة القادمة مختلفة عما سبقها على مستوى أداء الحكومة ومؤسسات الدولة وشدد الدكتور أحمد عوض بن مبارك على إجراء تقييم لمستوى أداء الوزارات والجهات الحكومية المعنية في الجوانب الاقتصادية والخدمية والتنموية وما نفذته خلال الفترة الماضية من مهام بموجب خطة الحكومة وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي وسير تنفيذ عملية الإصلاحات المالية والإدارية مجددا التأكيد على الالتزام بنهج الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد كعنوان رئيسي للعمل في هذه المرحلة والتركيز على اتخاذ كل ما يلزم لتحسين مستوى الخدمات المرتبطة بحياة ومعيشة المواطنين اليومية وتطرق رئيس الوزراء إلى الوضع الميداني في مختلف الجبهات مع استمرار تصعيد ميليشيات الحوث الإرهابية ووقف مجلس الوزراء أمام عدد من الملفات خاصة الكهرباء والمياه والاتصالات وأقر مجموعة من الإجراءات في هذا الجانب وأستذكر مجلس الوزراء بإجلال وإكبار ذكرى تحرير ساحل حضر موت من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي الذي احتل المكلة لعام كامل منوها بدعم الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لهذه المعركة والالتفاف الشعبي البطولي لتحقيق النصر مترحما على أرواح الشهداء الأبطال في هذه المعركة وكل معارك الوطن والتضحيات المستمرة من أجل التخلص من الإرهاب والإنقلاب الحوثي باعتبارهما وجهين لعملة واحدة وأوفق مجلس الوزراء على مشروع خطة الإنفاق للموازنة العامة للدولة لسنة المالية 2024 بعد مراجعتها من اللجنة الوزارية المكلفة من المجلس لاستيعاب الملاحظات المقدمة وتتضمن خطة الإنفاق للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والتحديات والصعوبات التي تواجه استدامة المالية العامة وأهداف وأولويات خطة الإنفاق إضافة إلى السياسات والإصلاحات المرتبطة بتنفيذ الخطة وصدق مجلس الوزراء على اتفاقية إنشاء مركز الاعتماد الخليجي المعتمدة من مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووجه وزيري الصناعة والتجارة والشعون القانونية باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة ويهدف المركز إلى بناء الثقة بنتاج خدمات الجهات المعتمدة من المركز وتحقيق الاعتراف المتبادل مع الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال الاعتماد إضافة إلى تلبية خدمات الاعتماد لمتطلبات واحتياجات جهات التقويم المطابقة وجميع الجهات ذات العلاقة بالاعتماد في الدول الأعضاء وحماية المصالح المستفيدين من خدمات الاعتماد وقرب مجلس الوزراء مشروع إعداد الرؤية الوطنية لتخصيص المياه من أجل تنمية مستدامة 2035 وكلف وزيري المياه والبيئة والتخطيط والتعاون الدولي بالبحث عن تمويل تنفيذ مشروع الرؤية ومتابعة التنفيذ والرفع بنتاج إلى المجلس وتهدف الرؤية للوصول الشامل للعلاقة بين موارد المياه ومناطق الثروات الوطنية الأرضية نفط ومعادن ومواد بناء وغيرها والزراعية والسياحية وذلك بالتوازي مع تشخيص العلاقة بين المناطق ذات الكثافة السكانية والأنشطة الاقتصادية الحالية واحتمالاتها المستقبلية وتقييم حاجتها من المياه كميا ونوعيا في الحاضر والمستقبل وكذا تشخيص الوضع الحالي لحقوق الانتفاع بالمياه وامتلاك التعريف واضح لمقاومات الأمن المائي ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار سداد المديونية المتراكمة لدى الجهة الحكومية لمؤسسات المياه والصرف الصحي حتى تتمكن من استمرار تقديم خدماتها بموجب المذكرة المرفوع من وزير المياه والبيئة وأوجه وزير المالية بالتنسيق مع وزير المياه والبيئة والصرف الصحي في المحافظات المحررة واستقطاعها من أي مستحقات مالية خاصة بالجهة الحكومية المدينة لدى وزارة المالية واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الخدمة المدنية والتأمينات حول الانضباط الوظيفي خلال شهر رمضان المبارك 1445 للهجرة على مستوى وحدات السلطة المركزية والمحلية ونتائج برنامج التفتيش وجدد مجلس الوزراء مطالبة اليمن بالطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلية على المدنيين في قطاع غزة ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمة القدس الشريفة معربا عن الأسف جراء فشل مجلس الأمن الدولي اعتماد قرار منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وهو ما سيسهم في تكريس تعانوة الاحتلال الإسرائيلي واستمرار انتهاكاته لقواعد القانون الدولي من دون رادع اشتركوا في القناة